السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه معنا فيديو جديد للوحة ورقية اللي هي Layout طيب فاستخدم الورق الجديدة من Graphic 45 في اسم الCollection Let it Snow يعني ده ها طمطر والورق طبع زا ما تشايفين في ثيم الشتاء في Snowflake في دوبابا وفي حاجات تبع الكريسمس مناش دعوة المهم فانا هامل عمل فيها فمعنيش انما صورتش القزء بتاع Design Space بس اللي عملت وانا فتحت Design Space وكتبت او بحثت عن Rainbow اللي هو قوس قزة طبعا في اشكال لا حصرة لها مرة كتير فانا اخترت شكل معين هتشوفوه طبعا في النهاية زي تقص شكل كده وانكي يعني انه هو ميل شوية مش مصبوط يعني هتشوفو الصور في النهاية طيب فكبرته يعني خليت مسحته كبيرة لان اللوح عادة بيبقى مساحة 12 انش يعني 30 سنتي فانا كبرت عشان عاوزها ياخد صفحة كلها طبعا اتقصى 6 مرات فكل مرة كنت بحط ورق مختلف عشان عاوزها ورق ملون طبعا انا خدت البرنس دي يعني الورد عفوا الورق اللي اخترته ما خدتش الجزء المشقر عشان المشقر هيطلع لك مثلا راس دب راس تعلم راس ارنب او صورة مش متكاملة يعني فهيبقى شكلها مش حاطفة عشان كده خدت بس اللي هي التصميم العادية اللي هي فيها البرنس الصغيرة فعشان هي الصغيرة فبالتالي ان بتتقص اي حجم مش هيبقى شكلها مش حلو عشان شكلها عادي يعني طيب ومن الدفتر التاني برضو خدت السادة بقى لان في دفتر تاني بيجي مع نفس الكولكشن يبقى اغلبه سادة او برينتس بسيطة يعني طبعا اغلبه يبقى سنوفليك طيب ده منتج جديد من جرافيك فورتي فايف اللي هو الورد المسطح ده اي فينك انهو معمول من خشب مرة رفاية هم عندهم الورد العادي الكبير اللي انا دايما ما استخدمه فاغلب الاعمال بس المراضي عملوا مسطح فشكله حلو هنستخدمه النهاردة كمان عملوا ريبنز او اللي هي الشرايط الستان حتى دي ما بستخدمهاش بصرعة ما عرفش استخدمها في ايه بس هستخدمها النهاردة وبعدين حشلها حواريكم بالنهاية طيب طبعا عشان الريمبوز اول حاجة شكلها عمل ازاي شكلها مش مظبوط يعني شكلها كده جزء رفاية وجزء شوي عريض طبعا استخدمت الصمغ السائل عشان يديني فرصة في تحريك الريمبو وخليه مظبوط يعني ما فيش حاجة تبقى طالعة ولا نازلة فهو بيديكي فرصة كده كام ثانية تعرفي تحركي الحاجة اللي انت عايزة تفزايا وتبقى متأكدة ان هي مظبوطة عكس لو استخدمت او صمغة قوي مرة واحدة خلاص يعني لو غلطتي حتطر نكشليها وممكن لو قوي هيقطع لك الورقة من تحت طيب من الدفتر نفسه قصيت بعض الصور زي صورة الدب القطبي وفي صورة ثعلب ووردة البونستيا او صورة الاول اللي هي البومة اللي فو بس انا مش هستخدمها طيب فده صور الورد الجديد زي ما قدر بحسبه من الورق بس طيب زي ما قلت خشب مرة رفاية يعني او مرة يمكن مش عار بس اي تنك ان هو خشب رفاية طيب بس فعشان هو مسطح ملهوش كده يعني شكل كده يجذب الانتباه فهعمل منه طبقات يعني حط زي ثلاثة ولا أربع وردات فوق بعض واجهان انا مش برزق اي حاجة اول حاجة بس برتب المنظر واشوف انا حطي فين فين حطي فين ايه المهم يعني وبعدين اما خلاص حاسيت ان الشكل مناسب حاخد صورة وبعد كده حبدأ الزق بصمغ المسدس او اي صمغ انا عاوزة طيب ده الريبن زي ما قلت لكم اللي هو الشرايط الثتان تقريبا فكنت عاوزة اعمل البيبيونة او فيونكا اي تنك اسمها فيونكا للريمبو بس هتطلع شكلها يعني مش حال بس كان نوم ضفرتين كده يعني مش عاربة معي ما عقبتنيش ايويل فبشوتو فين اي اغير شكل البونساتي انا حطاها في النص اي تنك صح اي شو كنت عاوزها في الطرف دلوقتي هبقى حطها في النص اقعا الحاجات دي مفاشلة صح ولا خطأ عادي اي مكان عاوزة تحطي فيها الحاجات تحطيها اول حالة وانت مش متأكدة يعني انت ترتب ديزاين وتصوري او تحطي وتروحي كده مشوار ولا تروح تعمل اي حاجة في البيت تروح يقولي لك حاجة وارجاي تاني ممكن تغيري رأيك وممكن ما تغيريش عشان اي تأخذي بريك من المنظر اللي انت متعودة عليه دايما ده اللي انا بعمله كمان اقصت بعض القصصات برضو من الدفتر او عبارات بقى عن فصل الشتاء وحب ده استخدمت فوم تايب عشان احطها كده يبقى شكلها لطيف واي تاني او عحطي كمان فوق وتحت صورة الوردة اللي بيسموها البونساتيا وصورة العصفور بعض مش عارفة احطها ولا لا اجان لو انت اصلا ما عندي كيش الورق ده بسهولة تاخدي مقلة تاخدي جريدة تشوفي ورق او مثلا ممكن تشتري ورق ديجيتل اللي جماعة نشتري من المصدر ما نشتريش من الناس تقولك انا ببيع او براند امريكان كرافت ولا براند مش عارفة اي لا الناس دي بتسرق بتسرق ومعالش ان انا بقولك مش معالش لا اي بتسرق انك ما تشتري حاجة مثلا من امريكان كرافت خلاص دي بتاعتك لا يحق لك التصرف فيها وبيعها مرة اخرى بس دي سمى سرقة يعني طيب المهم دي قصة تانية وحنتقع يعني ان شاء الله هتكلم في الموضوع ده لاحقا يعني طيب فانتي ممكن تستخدمي اي ورق ممكن تستخدمي مجلة او مجازين وتقصي بقى انت الحاجة دي معنى كيش كريكت انت تترسمي الريمبو بايدك عادي يعني المو يعني انسان ما تشايفين هو اصلا مش متساوي يعني في اي شكل على المهم شكرا لكم وبحبكم ولو عندكم اي اسئلة كتبها لي تحت في الكومنت وحرككم مرة جاية والسلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة